اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتو بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممسحة تقدري ان انت تثبتي عليها اي فوتة موجودة عندك وبعد كده تقدري من خلالها ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي بتيجي باحجام مختلفة تقدري من خلالها تقفلي مختلف اكياس التوابل او اي اكياس بتبقى موجودة عندك وهي اشكالها بتبقى جميلة جدا وبتساعدك ان انت تحفظي على مختلف الحاجات اللي بتبقى متنظمة عندك في الاكياس لاطول فترة ممكنة وهنا معنا اداة التنظيف او الفرشة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتنظفي بيها مختلف احجام الكبايات بكل سهولة وتقدر ان انت تحصل من خلالها على افضل نتائج التنظيف زي ما هو زير قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وهنا عندنا منظم للكبايات الورق طبعا تقدر ان انت تثبتيه جنب التلاجة او على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جدا وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مؤسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظم فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظم بيه اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كزا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تغسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كزا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية بعد كده تعالي شوفي معايا منظم المطبخ الدوار ده تقدر ان انت تنظمي به مختلف انواع الخضار او الفاكهة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف المواد الغذائية او اكياس البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي مزوب بعجل بحيث انك تقدر يتحركيه بكل سهولة على ارضية المطبخ بعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة في غطيان الحلل او غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده معايا الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه عندك على اقدار الحمام بكل سهولة وتثبتي عليه مجافف الشعر الخاص بيكي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكوام من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق او الشوك او السكاكين بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاج او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل الميا والصابون من خلال الاشطا اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله وتسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها هنا بقى عندنا منظم ومصفى للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتيه قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفى دي بحيث ان كل بواق الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف عشان تقدري تستخدميه مرة تانية بعد كده عندنا اداة تقطيع وهي عبارة عن سكاكين صغيرة كده بتساعدك ان انت تقطع الفكهة او الخضار على شكل شرايا حفيعة جدا وغير كده بيجي معيها مقشرة بتساعدك ان انت تقشري بيها الخضار او الفكهة بكل سهولة وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثابتة جدا على الجدار وما بتتقصرش بالمية وهنا هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه ستة انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة وغير كده كمان تقدر ان انت تنظمي بيه المعالق والشبك او السككين وهنا هنشوف عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبره كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية هنا بقى عندنا منظم ومصفة للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفة دي بحيث ان كل بواق الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف عشان تقدر تستخدميه مرة تانية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للتوابل تقدر ان انت تنظمي فيها مختلف انواع التوابل البودر واستخدامها طبعا بيكون سهل جدا وعملي وغير كده تقدر ان انت تنظمي من خلاله الكمية اللي انت محتاجاها من خلال الضغط على المنظم ده بعد كده هنا عندنا قطاعة البطيخ تقدر ان انت تقطعي بها البطيخ لمكعبات بالشكل ده وطريقة استخدامها سهلة جدا زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدك ان انت يتوصل بيها كل كوابل الكهرباء بكل سهولة من غير ما تبقى مضيقة عليك في المكان زي مثلا لو انت عاوزة تثبتيها ورا الكنبة او ورا السرير فمن خلال المشترك ده هيحل المشكلة دي وطبعا بيحافظ لك على الاسلاك والشواحن اللي عندك انها تفضل سليمة وما يحصلهاش اي تلف من ضغط الحاجات اللي انت مسبتها وراها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مدخل المية تقدر ان انت تثبتيها على اي قرورة عندك وتستخدميها بكل سهولة من خلال الضغط على الزرار تقدر ان انت تستخدم المية او العصير او اي حاجة انت عاوزيها بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة اللب او البندق او اللوز او عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام وغير كده كمان هي بتبقى سريعة جدا وبتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو طريقة استخدامها بتكون سهلة وعملية قوي بعد كده هنشوف عندنا اداة التنظيف او الكتعة اللي بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف احجام استكاكين او المقصات وتقدر ان انت تنظفي بيها المعالق او الشوك او مختلف ادوات المطبخ اللي بتكون عندك بكل سهولة وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جتيون الحلل او المعالق اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نظيفة وان المطبخ يفضل منظم ومركب هنا بقى هنشوف عندنا الباوربانك ده حجمه بيبقى صغير كده وطبعا هو بيغنيك ان انت تشيلي معاك اي شواح في الشنطة وهنا معانا الفرشة اللي بتساعدنا اننا نضف مختلف الكبيات الكبيرة او البرتمانات اللي بتكون طويلة اللي بيبقى صعب علينا تنظفها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرزد او السكر او الشطة او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي